إذن Standard & Poor's تخفض التصنيف الاعتماني للمملكة المتحدة لماذا تخفض هذه الوكالة التصنيف الاعتماني في الوقت الحالي من AAA إلى AAA تخفيض هذا التصنيف الذي كان يعتبر تصنيفا ملائما وأفضل تصنيفات الاعتمانية في العالم Standard & Poor's خفضته من AAA إلى AAA هذا بداية ثانيا قالت أن هناك نظرة سلبية للاقتصاد البريطاني ومستقبل الاقتصاد البريطاني نظر ما هي التعليقات التي قالتها ستاندرد أنبورز بعد تخفيض هذا التصنيف بداية أن الخروج البريطاني سيقود السياسات البريطانية للمستقبل غير متوقع هي قالت أن هذا الخروج هو بداية ولا أحد يعلم وهناك حالة من الضبابية حول المستقبل البريطاني قالت أيضا لا نرى قوة في تقييمنا السابق للتصنيف الاعتماني ومن طبعا بالتالي كان من المفترض على هذه الوكالة تخفيض التصنيف فروق التصويت الواسعة في اسكتلندا وآيرلندا أيضا يعني هذا لا يوحي بالكثير من التفاؤل بالنسبة لهذه الأسواق وبالنسبة للاقتصاد البريطاني هذه الفروق تعني أنه ربما يكون هناك خروج أيضا وإعادة للاستفتاء على استقلال اسكتلندا مرة أخرى واستفتاء ربما يكون مماثل بالنسبة لآيرلندا الشمالية هذا طبعا يضعف الاقتصاد للمملكة المتحدة يضعف الكثير من السياسات بالنسبة لهذه الدولة هذا أيضا بالنسبة للمخاطر كما ذكرنا الانفصال الاسكتلندي نذكر حينما قررت اسكتلندا البقاء كان هذا في إطار الاتحاد الأوروبي ولكن في الوقت الحالي حينما تخرج بريطانيا مع هذه التأثيرات السلبية المتوقعة لدى كل العالم من هذا الخروج فربما تفضل اسكتلندا مرة أخرى الخروج تحت عباءة المملكة المتحدة أيضا نقطة أخرى ومهمة للغاية هي المستقبل السياسي للبلاد بعد استقالة ديفيد كاميرون ماذا سيحدث؟ كيف ستكون الحكومة المقبلة؟ كيف ستتعامل المملكة المتحدة مع هذا التحدي الجديد في الاتحاد الأوروبي بالبقاء خارجه؟ وكيف ستكون صورة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عصر ما بعد الخروج؟